سيدة توفي زوجها بعد أربعة أعوام من الزواج أنجبت خلال هذه المدة بنتا وولدا وقررت العمل والإنفاق على ابنيها وعدم التفكير في الزواج فكانت تذهب بعد صلاة الفجر إلى سوق الجملة للخضروات والفاكهة وتشتري كمية لتقوم ببيعها أمام باب منزلها الصغير مع ساعات الصباح الأولى وظلت على هذا الحال حتى أصبحت ابنتها بالصف السادس الابتدائي وابنها في الصف الرابع بنفس المدرسة وفي أحد الأيام وبعد عودتها من سوق الجملة أرادت أن تدهز طعاما شهيا لابنيها قبل ذهابهما للمدرسة فوضعت الطعام فوق الغاز وذهبت لتبيع الخضروات والفاكهة التي عادت بها وبعد ساعة سمعت صوت مواء قطة أمام باب شقتها فتركت البيع وذهبت ببعض الطعام للقطط وفي هذا الوقت اجتمت رائحة غاز بالبيت فأسرعت وأطفأت عيون البتجاز بعدما علمت أن الماء الذي كان بالطعام تدفق وسقط على عيون الغاز فحمدت الله كثيرا بعدما وجدت ابنيها في حالة جيدة وبعد أن تناول إفطارهما ذهبا للمدرسة وجلست الأم تشكر الله فلولا سماعها لصوت القطط ربما حدث لابنيها مكروه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وفي نفس هذا اليوم أجرت معلمة الفصل الذي تجلس به الإبنة امتحانا وأخبرتهم أن الذي سيحصل على العلامة الكاملة ستهديه حذاء جديدة وبعد جمع الأوراق فوجئت المعلمة أن الجميع حصلوا على العلامات الكاملة فاحتارت لمن تعطي الجائزة فكان رأي الطلاب أن يكتب كل منهم اسمه في ورقة مطوية ويضعونها في صندوق تختار منه المعلمة ورقة ويكون صاحبها هو الفائز بتلك الجائزة وفعلا سحبت المعلمة ورقة أمامهم وقرأت الإسم فكان اسم ابنة الأرملة فتقدمت والفرحة والدموع تغمر عينيها وشكرت الإبنة الجميع على تلك الهدية والتي جاءت في وقتها فقد ملت من حذائها القديم الممزق وبعد لحظات بكت المعلمة عندما عادت وفتحت بقية الأوراق حيث وجدت أن الجميع كتب في الورقة اسم ابنة الأرملة حيث لاحظ الأطفال جميعهم حالتها وتكاتف معها ليدخل السعادة إلى قلبها وعندما شاهدت المعلمة مواقف الصغار وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة لذلك ذهبت المعلمة مع الإبنة وأخيها إلى بيتهما والتقت بأمهما وقررت مساعدة الأسرة حيث عملت الأم بمصنع زوج المعلمة التي تكفلت هي وزوجها بالطفلين في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإقوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم قدر الله لزوجة طيبة أن تتزوج برجل عصبي المزاج وكانت أغلب مشاكله بسبب طبخها فكان كلما يتذوق الطعام يبدأ بالصراخ ويقول إن الطعام سيء المذاق ويحتاج المزيد من الملح والمواد الحريفة مرت الأيام ومل الزوج تصرف الزوجة فهددها بالزواج عليها إذا لم يتغير طبعها ولكنها ابتسمت وقالت له أحيانا من يحبونك يتصرفون تصرفات غير مفهومة بالنسبة لك لكن في الحقيقة هم أكثر الناس لطفا بك وأرحمهم بك ثم ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وظلت على حالها فأخبرها بأنه سيتزوج وأحضر فستان الزفاف ووضعه في غرفة حتى تنطبق عليها الحيلة وفي يوم الزفاف الوهمي الذي حدده الزوج دخلت زوجته إلى داخل غرفته ووضعت ورقة داخل الفستان وفي المساء دخل الزوج حتى يعيد الفستان لأصحابه وإذا به يجد الورقة فقرأها وصدم فكانت رسالة تقول أختي أردت إخبارك أن سبب هذا الزواج هو أن طعامي يخل من الملح والمواد الحريفة فزوجي مريض ويخاف من فكرة المرض لذلك أخفيت عنه الموضوع حتى لا يشعر بالنقص لأنه عصبي وأخاف أن يضر نفسه رجاء لا تضع الملح فهو يضره جدا أسرع الزوج إلى زوجته واعتذر لها وفرح كثيرا بحبها له وخوفها عليها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أرملة فقيرة صالحة في أواخر الأربعينيات من عمرها قامت بتربية ابنتيها على الأخلاق الكريمة ومراقبة الله في كل تصرفاتهما ونظرا لفقرها واعتزازها بكرامتها لم تشعر أحدا بحالها واضطرت عند تجهيز ابنتها الكبرى لشراء بعض الأشياء البسيطة من أحد التجار بمبلغ ألف جنيه ووقعت على إصال على أن تسدد له ستين جنيها كل شهر واستمرت في السداد لمدة خمسة أشهر ثم حدث لها ظروف منعتها من السداد لمدة شهرين ورفض التاجر الانتظار وقدم الإيصال للمحكمة وفوجئت أن المبلغ المكتوب بالإيصال هو سبعة آلاف جنيه فذهبت إلى التاجر الظالم وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة إلا أن التاجر لم يهتم بكلامها واستمر في شكواء وفي ليلة الجلسة الأخيرة صلت الليلة وبكت ودعت الله أن يسترها بل ويفرج عليها بمبلغ ليتم زواج ابنتها وفي الصباح حضرت الأرملة إلى المحكمة وعرضت القضية على أحد القضاة الشرفاء وكان لا يضع النساء داخل القفص وسألها القاضي الشريف لماذا لم تدفع للتاجر السبعة آلاف جنيه وبصوت أقرب للبكاء الخائف أجابته المسكينة بأن المبلغ سبعمائة جنيه فقط وأن التاجر هو والد الأستاذة المحامية الحاضرة في الجلسة فالتفت القاضي للمحامية وسألها بأدب إن كان ما تقوله السيدة حقيقي أم لا فأنكرت المحامية معرفتها بالحقيقة فما كان من القاضي إلا أن نظر إلى المتهمة وسألها عن حالها وعلم أنها أرملة وتعمل لتربية ابنتيها فنظر لها وقال ستحل إن شاء الله ثم رفع الجلسة وقبل أن يدخل القاضي غرفة المداولة وجه كلامه للمحامين وقال أعلم أنكم أصحاب فضل ومروءة ولن تتأخروا عن فعل معروف ثم أخرج منديلا كان في جيبه ووضعه على المنصة وأخرج خمسمائة جنيه وقال هذه كل ما معي وهو أول مشاركة لسداد دين هذه السيدة ولا أدري من منكم سيشاركني ثم شكر الحاضرين ودخل غرفة المداولة في هذه اللحظة بدأ المحامون في التباري في الدفع حتى تجمع في المنديل تمانية آلاف جنيه وقبل ذلك كانت المحامية ابن تصاحب الدين قد خرجت من المحكمة لتتصل بوالدها وتخبره بما تم وعادت المحامية للقاعة ونودي عليها حين دخلت الأرملة غرفة المداولة وأشار القاضي للمحامية قائلا بالمنديل أكثر من المبلغ المطلوب يمكنك أن تأخذ سبعة آلاف جنيه وتتصالح مع الأرملة كي تعود لبيتها في تلك الأثناء كانت هناك مفاجأة حيث قالت المحامية أن والدها أخبرها بأن ماله فقط سبعمائة جنيه وأمرها بأن لا تأخذ أكثر من خمسمائة جنيه فشكرها القاضي وابتسم للمحامين الذين ملأوا غرفة المداولة وقال أظن أن المحامية أخذت الخمسمائة جنيه التي دفعتها وأظنكم لا تريدون أن يحرمكم الله ثواب المشاركة فعلى صوت المحامين بالتأييد فنظر إلى الأرملة وأعطاها المنديل وقال وهذه من الله لك بكت الأرملة وقالت للقاضي أقسم لك أن زفاف ابنتي تم تأجيله لاحتياجنا إلى ثمانية آلاف جنيه ولم أذكر ذلك سوى لله وحده فرزقني بك وبهؤلاء الأفاضل وعند خروج الأرملة فوجئت بالمحامية تحتضنها وتعتذر لها وتطلب منها أن تسامح والدها وأعطتها الخمسمائة جنيه هدية من والدها وقالت لها الآن أصبح المبلغ ثمانية آلاف حددي موعد زفاف ابنتك وسأكون أنا وأبي أول الحضور وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عندما ذهبت الخلافة الإسلامية من بني أمية إلى بني العباس اختفى جميع رجال بني أمية وكان من بينهم إبراهيم بن سليمان ابن عبد الملك وكان لإبراهيم بعض الرجال المقربين للخليفة العباسي فشفعوا له عند أبي العباس السفاح أول خلفاء الدولة العباسية فعف عن إبراهيم وفي ساعة صفاء جلس الخليفة مع إبراهيم وقال له يا إبراهيم حدثني عن موقف غريب حدث لك أيام اختفائك فقال إبراهيم كنت مختفيا في بيت من بيوت الحيرة وفي يوم وبينما كنت على ظهر ذلك البيت أبصرت رايات سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة فظننت أنهم يبحثون عني فخفت وهربت من تلك الدار وتنكرت وأسرعت إلى الكوفة وأنا لا أعرف عند من أختفي فنظرت حولي فإذا ببيت كبير دخلته فقابلت رجلا طيبا نظيف الثياب بهي الطلعة فسألني ما حاجتك فقلت له أنا رجل خائف على نفسه جاء يستجير بك فأجارني الرجل وقدم لي ما لذ وطاب من الطعام واللباس دون أن يسألني عن اسمي أو سبب هروبي وكان هذا الرجل المهاب يركب كل يوم حصانه حاملا سيفه من الفجر ثم يعود عند الظهر حزينا كأنه كان يبحث عن شيء ولم يجده فقلت له يوما لماذا أراك تخرج كثيرا فقال لي إن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبي وقد علمت أنه قد اختفى بالحيرة وإني أبحث عنه لعلي أجده فأثأر منه فلما سمعت ذلك اشتد خوفي وضاقت الدنيا أمامي وقلت في نفسي لقد أوقعت نفسك في قبضة من تهرب منه ثم سألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فعلمت أن كلامه حق فقلت له جزاء لكرمك ولكل ما فعلته معي فإني سأخبرك عن قاتل أبيك فقال لي أين هو فقلت له أنا الذي قتل أباك فخذ بثأرك مني فقال لي بعد أن ظن أني أمزح هل أحزنك فراق أهلك ودارك فأحمبت أن تموت هربا من الحياة فقلت له لا والله بل أنا الذي قتلت أباك وحددت له يوم مقتله وسبب قتله فلما سمع الرجل كلامي وتأكد من صدقه تغير وجهه وانتفخت عيناه وزمجر قليلا ثم فكر بعض الوقت ونظر إلي وقال أما أنت فغدا ستلقى أبي أمام حاكم عادل فيأخذ بثأره منك وأما أنا فلن أغضر بك بعد أن أمنتك لكني أرغب أن تبتعد عني فلا آمن عليك من شري وقدم لي ألف دينار فرفضت أن أخذها فهذا يا أمير المؤمنين أغرب ما مر بي ولم أرى أكرم من هذا الرجل ولم أسمع بأفضل منه في العفو والكرم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ترجمة نانسي قنقر